مرحبا برج الدلو اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهاية الشهر هذه القراءة رح تكون مقسمة الى قسمين او اشياء عندنا بننظر الى المال والمشاريع وبعدين نشوف القراءة العاطفية باسلوب المرايا مثل ما انت طلبتوها وهي القراءة العاطفية خصوصا ممكن تكون عكسية وكما تصلح للطالع والشمس وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود بهذا البرج برج الدلو اوكي اول شي ننتقل الى جانب الاموال والحياة العملية والبزنس شوف شن عندك يا برج الدلو ولو ان طاقتك خلال شهر جدا جميلة نوع من القلق نوع من الخوف لكن هذا الخوف مو لك انت مو وجه لك انت يا برج الدلو هذا خوف الاخرين من انتصاراتك عندنا هني اسف سورت السيف الاول برج الدلو انت في طاقة انا كنت حسيتها من قبل هذا الطاقة اللي وياك تبتدي من الحين ما ادري ليش فهني عندنا يا برج الدلو لا مزيد من الانتظار حتى لو انت حاولت تأخر اي شي عندك في حياتك العملية لو كان في شي متعسر عندك فترة طويلة ما تقدر حتى لو انت حاولت استخدام طاقتك الخاصة ما تقدر تأخر العجلة رح تمشي لصالحك سواء رضيت او لم ترضى في عندنا انتصارات كثيرة هني غيرة غيرة هذي طاقة الغيرة انه برج الدلو شلون حقق هذا الشي في فترة قصيرة استيقاظ العملاق النائم شلون كان فترة طويلة ما عنده انجازات تذكر ما حقق شي ما قدر يحصل خلي لحددها اكثر دا من اللي عندنا هني قراءة البزنس والحياة العملية والاموال برج الدلو سيف الاول يقول لي هني انه في خبر كبير خبر كبير رح ينتشر في وسطك ويصل الى مسامع الاشخاص اللي غارون منك ويحسدونك بخصوص تطور ايضا كبير في الحياة العملية انتصار الناس يبتدون يتعاملون معاك في البزنس سمعتك تبتدي توصل يجلسون مع هذين الاشخاص اللي غارون منك ويمدحونك هني السمعة بعد يمدحونك يقولون كانت فرصة سعيدة لما سوينا بزنس معاك وصلتنا الطلبية وصلتنا الخدمة وصلنا المنتج وكان افضل مما توقعنا أول شي احسنين ان الانتصار يأتيك على حين غفلة انت كأنه حتى مناوز دائما اقول افضل الاشياء تأتينا في الحياة لما ما نكون مخططين لها هذي بالطاقة هذي بالضبط الطاقة اللي جدامنا انت على غفلة او انت حتى مشغول بشي ثاني همك اخر همك هذا الموضوع الانتصار الكبير الانفراج الكبيرة او كان انت تصل الى مستوى عالمي محلي قوي في صنعتك في تجارتك اوكي هذا النوع ولكن هذا ما يأتي بدون غيرة وقلق الاشخاص ليش هني اشوف يمكن منافسين او حتى حاسبين هذلين الناس للامانة لازم اقول الكلمة مبتدين في المجال مجال التجارة مجال النجاح العملي قبلك مشوا مشوار قبلك يعني مشوا 30 ميل ولكن برج الدلو خلال شهرين خلال اخر شهرين في السنة عرفت طاقة السلحفة والارنب نفرض ان القصة شوي نغيرها الارنب ما اخذ الغرور لاخر مدى واستيقظ في اخر خمس دقائق من السباق هذا الارنب اللي عندنا اللي راح يستيقظ اوكي في اخر خمس دقائق في اخر شهرين من السنة تستيقظ يستيقظ هني العملاق ويحقق شي ما حققوا هذلين الاشخاص اللي كانوا ذابحين نفسهم مستهلكين طاقتهم طول السنة هذا الارفلكشن كأنما الكون قاعد يغشي شيك الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك نوع من الدفعة اللي راح تقدر تميزك فارس الاكواب اهني برج الدلو تحاول جدا تكون متواضع اوكي تحاول انك تشكر الاشخاص اللي ساعدوك وما تنسى فضلهم هذا من اطباع برج الدلو انه دائما هو برج الانسانية برج المجتمع برج التواصل برج الجميع ينظر الى جميع الاشخاص المعليين ولكن هذي اللحظة خاصة فيك وبقول لك ليش هذي لحظة تكريمك فيه رح يأتيك ان شاء الله في الفترة القادمة هذي القراءة نعم للاشبوعين القادمين ولكن طاقة التارو مو لزمان محدد فهني لحظة تكريم رسمية انت عمل مع من اي جهة رسمية اي عمل خيري انت قمت فيه اي عمل حتى ليش اني انا اقول لك انجازك صعب ان تحققها لان الاشخاص حققوه في تسعة شهور انت على اخر ثلاثة شهور شهرين من السنة تحقق هذا تصل الى التارغت اذا كان عندك هدف معين في المبيعات هدف معين في الاموال تأتيك رسالة شكر حتى من البنك نفسه اللي انت ودع فيها اموالك اوكي رسالة شكر رسالة اعتراف رسمية من جهة ايضا رسمية من جهة لها وزنها ولما اقول لها وزنها نشوف هنا اربعة الخمسيات هذا النوع من التكريم ما يحصل كل منها بودب بعد شوف هنا برج الدلو احاول ان يكون كيوت احاول انه حتى في ابتسامته واستلامه الجائزة والتكريم انه ما يجرح مشاعر الاخرين ولكن انت ما تستطيع تتحكم بمشاعر الاخرين مش عالك مش عالك مش عالك نتحكم مشاعرها اوكي هذي لحظة التكريم اللي تأتيك من بعد هذا الانجاز السريع اخر كرت للحياة العملية مال القادم غصنين غصنين اسسناهم في الارض ممكن يكون عندك عمل دائم وبزنس على جنب ممكن يكون عندك تخصصين خطتين اوكي او على الاقل عديت مرحلتين صعبين في هذا المجال مرحلتين المرحلة الاولى مثلا انك تحصل على كذا انك مثلا تفتح المحل تفتح البزنس نفسها المرحلة الثانية انك تستطيع ان تؤسس نفسك عن طريق ان تجذب الزبائن المرحلة الثالثة احسي هنا برج الدل ووقفتك لما تنتهي على نهاية فعلا السنة هذي هي وقفت شنو راح تكون خطوتي القادمة العالم في يدك هنا الكرة الارضية كلها في يد هذا الشخص وقعد يطلع ما هي خطوتي القادمة اوكي اذا كان عندك شيئين في الحياة شيئين بزنسين اوكي شخصين حتى متعسرين عليك ففي الفترة القادمة اخيرا راح كأنه مطاقة الدب تثبت الدب دائما لما يضرب على الارض يضرب على الجليد يفتح بقوة الضاغطة بقوة اللي تصدم فهنا نتكلم عن انك تثبت هذي لين الغصنين وتتطلع الى مرحلة رقم ثلاثة المرحلة رقم ثلاثة تبتدي مع 2020 ترى هذا هو اللي ينتظرك ان خلال الفترة القادمة ان شاء الله تصيدك هذي التغييرات المفاجئة الايجابية اوكي وهذه الطاقة مو طاقة احنا نحاول ندفعها اوقات لما تكون صار في حياتنا اشياء سلبي احنا ندور عن الطاقة الايجابية ابدا هذا النوع من الطاقة هي تطرق بابك في احد ايضا تشوفي هنا احد يمكن اصغر منك سنن ولكن راح ينبهك على شيء جدا مهم اصغر منك سنن ابعد عنك مسافة من دولة ثانية من ثقافة ثانية ولكن طريقة في عمل الامور الامور عنده طريقة ابداعية راح ينبهك يغششك حتى شخص هنا يغششك يعطيك طريقة ان تقدر توصل فيها اسرع دابة طريقة اسلوب توصل اسرع لمرادك اتحق اسرع امانيك هادي ثالث كرت ونسحب اخر كرت للحياة العملية هني من الأوركل ناخذ الكرت اول واحد اللي انقضب سنسيتيفتي اتحقق 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 هني اتكلم عن هذه المرحلة المرحلة الأخيرة مع نهاية السنة مع نهاية السنة عزيزي برج الدلو محتاج تكون جدا بقيق في تهديفك نعم بتيك طاقة تساعدك بتيك طاقة تعطيك دفعة بتيك مساعدات من كل جانب ولكن لتصر عشوائي في استخدام هذا الطاقة هذه الرسالة بعد تقولك مو شغلك ان انت تكون متواضع تخبي انجازاتك مو شغلك ان انت تقلق على مشاعر الاخرين اللي ينجرحون لان انت انجاز افضل منهم لان شكلك اجمل منهم لان اموالك ابتدت تصير حتى هني اشوف الاموال لما نشوف السنسيتيفتي الاموال سهولة قدومها لك افضل منهم وهما يتعبون وهما يمرون بمرحلة عصيبة هذلين الناس اللي كانوا يشوفونك اقل منهم او اكثر كسلا على الاقل يشوفونك اقل منهم في شيء المهم محتاج تكون جدا واضح احني وجدا دقيق ان هذلين مو شغلك ازين لا مزيد من التعاطف وايضا تختار بالضبط ما هي خطواتك القادمة هذه رسالتك في الحياة العملية خلتوا في الحين القراءة العاطفية باسلوب المرايا برج الدلوم برج الدلوم من تحت عندنا ملك السيوف انت لا راح تكون لك اليد العليا في الحياة العاطفية في الفترة القادمة انت لا راح تكون الشخص اللي تأمر ولكن هني عندنا في القراءة العاطفية في جانبين لانه هي قراءة مرايا اختار الجانب اللي تحس انه ينطبق عليك اكثر بسم الله اربعة سيوف ستة الاكواب كرت العاشقين برج الجوزاء هذه الطاقة موجهة لك انت من شخص من شخص معين احس هنا رجوع بعد غياب طويل او تحسن تحسن مفاجئ مثل ما حتى في الحياة العملية عندنا هني شخص احملك فترة طويلة او على قولتهم بالانجليزي they took you for granted اخذك ان انت انسان وفكر ان برج الدلو راح يكون موجود لما انا اكون مستعد لما اريد اني اراجع في حياتي راح يكون موجود برج الدلو وين راح يروح؟ موجود راح يظل متوفر هذا الشخص ولكن احس يمكن يدرك بالطريقة الصعبة ان انت لا ممتوفر انت مو سهل انت لست عملة سهلة انت من العملات الصعبة احس ان راح يدركها بطريقة مؤلمة هذا الشخص اوكي لان هني في ستة الاكواب يمكن في سابق متعود ان انت شوف للامانة احس هني ان في شخص كان ما زال يفكر ان انت راح تظل موجود كخيار على الاقل كخيار يستمد عليه وقت الحاجة وقت القلة القلة ايضا لما نشوف اربعة سيوف وقت القلة اوكي في شخص هني في فترة من الفترات ما كان مستعد يتكلم عن العلاقة اوه اللي انسحب اوه اللي اراد انه بسرعة يبيع العشرة يبيع العلاقة وما اراد انه يحارب ما عند طاقة المحاربة عند طاقة الاستسلام هني في اربعة سيوف عند طاقة انه خذلك اختار الطريق السهل لانه ما اختار الطريق الصعب وقتها فكرة العاشقين كأنه هني يطلب فرصة جديدة يطلب السماح ولكن للامانة وجود ستة الاكواب يبين لي انه راح يكون طريقة التعامل معك مع العلاقة نعم التعامل نفسها خلي اكون صراحة صار الصادقة اوكي ايه هذا الكرت يطلب من الدقة ابدا ما نقدر نفصل حتى لو كانت هذه القراءة عملية اسلوبه في التعامل ما راح يكون تغير كثير تقريبا نفس الاسلوب تقريبا نفس الشخص ولكن بحلة جديدة اهني فكرة العاشقين برج الجوزاء يطالب يطالبك انت مع ان اخوة اللي كان منسحب يطالبك انت بالتزام اكثر جدية هذه المرة قادم وحامل قلبه في يده اوكي ومستعد انه يعطيك ياه مستعد انه يتبادل معاك قلب بقلب ولكن يريد كأنما نوع من الضمانات دائما احس اربعة السيوف كأنما كرت الشخص اللي يكون كرت الامانات الشخص اللي نعطيه مفتاح الخزنة اللي نعطيه لاشياء الثمينة ومن ثم نذهب الى مكان معين انت عرفتو؟ الخزانة هذا شخص رح يطلب منك ضمانات في المقابل رح يطلب منك على الاقل انه توحده بامور عشان يعطيك قلبه ولكن الشيء الجيد انه في هذه المرة في الطاقة القادمة اول شيء تطوراتك في طاقتك وحياتك العملية خلته يحس بقيمتك انت كشخص خلته تشوفك بضوءك الحقيقي انه انت مو انسان سهل وانت مو متوفر وهو يمكن رحل كان يفكر انك رح تتكرر في حياتك مرة ثانية ما صار ما رح يصير فالحين صار راجع مستعد يقدم لك خلا شوف طاقة الجهب الثانية شنو تقول سبعة الاغصان في شخص ما رح يرفض ما اتشوفه رفض قاطع ولكن شن برج الدلو قاعد يقول لي صح انت راجع واحس برج الدلو لنشذب على بعض انت ما تحتاجني اقول لك انت عارف انه عرضه حقيقي ولكن احسك رح تختار بملء ارادتك انه ايضا تضعه تحت الاختبار تصعب عليه الامور اوكي لمجرد تصعيب الامور انت عارف انه هو حامل قلبه في يده اوكي عارف انه ما رجعلك الا لانه ادرك شايف القلب حاول يستبدلك في قلبه ما استطاع ولكن احس هنا برج الدلو ما رح يسهل عليه ابدا ما رح يسهل عليه عملية الرجوع رح يحطه في اختبارات وبعد الاختبارات امتحانات وفي امتحانات عملية في امتحانات نظرية في امتحانات تخص المطالبات سيستم عندك سيستم بخصوص او او خطه كامله محكمه بخصوص شنو رح يساوي لما يرجع حالشخص وايضا طاقة التاروج قاعدة تشجعك لو ما كان عندك ادخل في هاي الطاقة طاقة اللي استعد انه يعترف في اي لحظة اعترف وشيك اوكي وخل مطالباتك جاهزة ورقة المطالبات عشان يكون فيه شيء مثبت للرجعة هذه المرة مثل المرساة الهيرمت مع ملكة السيو كرت برج العذراء الناسك اوكي ام مع كرت ملكة السيوف احس هنا انه ام برج الدلو اتر قاعد يقولك في امور شوف انت من حقك تسأل الشريك عن خفايا واسباب تصرفه بالطريقة السابقة من حقك تسأل لماذا رحت ولماذا راجعت وشنو اللي حفزك ترجع وشنو صادك اثناء افتراقنا وشنو اللي خلاك تفكر فيني شنو ذكرك فيني هذا النوع من الطاقة من حقك ولكن مو من مصلحتك من مصلحتك ان تدخل اكثر في طاقة الثقة بالنفس شنو صاد هالشخص اللي اختفى عنك فترة والحين راجع بعد غياب وراجع على قولتهم حامل اذيال اذيال الفشل معاه تقدر تسئله ولكن ما راح تستفيد وبرستيجك راح يقل انا نشوف الملكة الملكة دائما نهمها منظرها وصورتها وبرستيجها نعم راح تحصل الجواب الصحيح لما سألتها او تسئله هل تعرفت على شخص ثاني هل تركني بسبب شخص ثاني هل كان في حياتك شخص ثاني هل اللي كنت تدور عليه ما لقيته مع هذا الشخص عشان تريرجعت لي من حق ما حد يقدر ياخذ منك حقك ولكن اذا كنت فعلا ترغب لحد الان عندك رغبة جادة فهذا هو الوقت اننا نتفل الماضي مع بعض نتفل الماضي حتى بدون ما نتكلم عنه لان تشوف الملكة لما تكون في طاقتها ووافقة عليها من الانجاز نفسه ما تسأل الفرسان اشلون انجزته اشلون حققته ولمن كلمته ومن رحته ما عليها من التفاصيل عليها من انجاز المهمة بأي ثمن دائما اقول طاقة الملكات في التارو فيها نوع من الانانية والبرستيج والاحتمال بالنفس نفسي اهم من الاخرين اوكي فكأنما هني اختار معاركك واسئلتك وتحقيقك حتى مع الشريك لما يرجع بدقة خلو مرا كل شي يكون فيه سبب وسبب سبب جوهري ما يكون سبب عشوائي وهو اشباع الكبرياء الكبرياء ما راح يحسن وضعك مع هذا الشخص لان هذا الشخص احسه راجع اردي اردي عنده احساس دوع من الفشل اوكي اردي تشوف نفسه كانسان فاشل شوية او تشوف نفسه ان اهو معترف بغلطه هذه الكلمة معترف بغلطه اذا اهو اردي اعترف بغلطه ليش ندقق على الغلط نفسه عندك شوي منطاقة اخبرني لماذا وان وليش هذا النوع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة